بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الفيديو بدنا نحكي عن رؤية ملابس الإحرام في المنام بدنا نحكي عن رؤية ملابس الإحرام في المنام ونبدأ بسم الله إذا رأى الشاب الأعزب نفسه يرتدي ملابس الإحرام في المنام هذه الرؤية هي بشارة له بالزواج القريب بشارة له بالزواج القريب والسعادة والاستقرار بإذن الله تعالى فهذه من الرؤى المحمودة والرائعة لهذا الشاب الأعزب أنه يرتدي في المنام ملابس الإحرام نشوف رؤية أخرى إذا رأى الرجل نفسه يرتدي ملابس الإحرام في المنام رؤية الرجل نفسه أنه يقوم بارتداء ملابس الإحرام في المنام ترمز إلى ترك المعاصي والآثام والتقرب إلى الله تعالى في الطاعة فهذه من الرؤى المبشرة والرائعة نشوف رؤية أخرى إذا رأى الرجل ملتزم بالطاعة أنه يرتدي ملابس الإحرام في المنام طيب رجل ملتزم بالصلاة ملتزم بالصياب ملتزم بالطاعة ورأى أنه يرتدي ملابس الإحرام في المنام هذه بشرى لصاحب الرؤية بزيارة بيت الله الحرام قريبا بإذن الله تعالى فهي رؤية أيضا من الرؤى المبشرة والرائعة نشوف رؤية أخرى إذا رأى الرجل المديون أنه يرتدي ملابس الإحرام في المنام رؤية المديون للبس ملابس الإحرام في المنام هذه ترمز إلى قضاء الدين عند صاحب الرؤية هي قضاء الدين صاحب الرؤية نشوف رؤية أخرى إذا رأى الرجل المريض نفسه يرتدي ملابس الإحرام في المنام رؤية الرجل المريض نفسه يرتدي ملابس الإحرام في المنام ترمز هذه الرؤية إلى الشفاء التام لصاحب الرؤية الشفاء التام لصاحب الرؤية فهي أيضا من الرؤى المحمودة نشوف رؤية أخرى إذا رأت المتزوجة أنها مع زوجها وكلاهما في ملابس الإحرام في المنام رؤية المتزوجة أنها مع زوجها وكلاهما يرتدي ملابس الإحرام في المنام تدل الرؤية على أن العلاقة بين هذه المرأة وزوجها فيها مودة ورحمة ويعيشان حياة الاستقرار بإذن الله تعالى فهي أيضا كما قلنا من الرؤى المحمودة نشوف رؤية أخرى إذا رأت الفتاة العزباء نفسها ترتدي ملابس الإحرام في المنام رؤية الفتاة العزباء أنها ترتدي ملابس الإحرام في المنام هو التخلص أو ترمز إلى التخلص من الهموم والمشاكل وغالبا الزواج برجل مناسب يليق بهذه الفتاة نشوف رؤية أخرى إذا رأى الشخص أنه يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في المنام هذه رائعة جدا الرؤية رؤية الشخص نفسه سواء كان الذكر أو الأنثى يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة تشير الرؤية إلى تحقيق حلم صاحب الرؤية ونيل المراد تحقيق الحلم عند صاحب الرؤية ونيل المراد نشوف رؤية أخرى إذا رأت العزباء أنها ترتدي ملابس الإحرام وتسافر إلى مكة في المنام رؤية العزباء نفسها ترتدي ملابس الإحرام وتسافر إلى مكة في المنام هذه أيضا من الرؤى المحمودة وترمز إلى أنها سوف ترتدي ملابس الزفاف وتعيش حياة زوجية سعيدة قادم الأيام بإذن الله تعالى نشوف رؤية أخرى وهي الرؤية الأخيرة إذا رأت الفتاة الجامعية أنها تجهز ملابس الإحرام دون لبسها في المنام طبعا الفتاة الجامعية إذا جهزت ملابس الإحرام هذه ترمز إلى الاستعداد للاختبارات والانتحانات التي سوف تتفوق فيها هذه الجامعية وهذه الطالبة الجامعية وتفرح كثيرا بالتخرج من الجامعة هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته